وسط تسارع التطورات في منطقة الشرق الأوسط ومخاوف الأوروبيين من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية هيمنت عملية السلام في الشرق الأوسط على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين جددوا موقفهم الداعي لضرورة العمل لإعادة إطلاق المفاوضات بالتعاون مع المجموعة الدولية والعربية مؤكدين التزامهم بحل إقامة الدولتين على حدود 67 وفق القرارات الدولية المساعدة يجب أن يكون ملتلاتي ونحن نستطيع أن نعمل في المجموعة ومعنى مع المشاكلات والمقارسة والروسيا ومعنى هذا إلى أشخاص أراضي ومعاقا إلى نوروية ويبدو أنه يبدوا أنه يتكلم أنه مالذي بخصوص أراضي بأنه لا بإمكان المجموعة الدولية كما كنت أولاً للعربية لكن بإمكان المتلات الملتكلمة فيما يكون المجموعة الدولية ومعنى مع أخرى كما قلت لدينا في القرارات وكما يؤثر على الأمان المجموعة أعتقد أن هذا مجموعة أهمية الممثل العليا للسياسة والأمن الخارجي الأوروبي فيديريكا موجيريني أكدت خلال استقبالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاتحاد الأوروبي لا زال مصمما على الاستمرار في العمل للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على مبدأ الدولتين والقدس عاصمة لهم رغم الإعلانات الأمريكية بخصوص القدس إلى ذلك طالب الرئيس الفلسطيني الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقطع الطريق على أي محاولات لإفشال إقامتها الأوروبيون متفقوا معنا في قضية القدس وغيرها وأيضا تفهموا ولكن لم يعطوا قرار بشأن الاعتراف طبعا يحتاجوا إلى أن يجتمعوا مرة أخرى إنما نحن أوضحنا لهم كل ما يمكن أن يحتاجوه من الملاحظات أوضحناها حتى نمكنهم من الوصول إلى هذا الموضوع الوزراء بحثوا كيفية زيادة الدعم المالي للفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا التابعة للأمم المتحدة والتحضير للاجتماع الطارئ للجنة الاتصال الدولية المكلفة بدعم السلطة الفلسطينية الذي ستحتضنه بروكسل الأسبوع المقبل الاجتماع كان فرصة لتجديد التأكيد على المواقف الثابتة للاتحاد الأوروبي من عملية السلام في الشرق الأوسط وفرصة للاتحاد الأوروبي أيضا للعودة للملعب السياسي الدولي وسط تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الوزراء الأوروبي نور الهودا محمد تليفزيون سلطنة عمان بروكسل